موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر الدار الآخرة وانتقلنا من تلك المنازل الصبر والرضا والشكر إلى منزلة أخرى يذكرها النظم عليه رحمة الله بقوله صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن وفي هذا بيان أن هذه المنزلة العظيمة من منازل الثائرين إلى الله تبارك وتعالى والتي حقيقتها أن يظهر العبد عبده لله تبارك وتعالى واعتماده عليه واعتماده عليه هذا الاعتماد الذي يكون في جميع أموره وكل شؤونه لأن التوكل مبناه على إيمان واعتقاد التوكل عبادة من العبادات القلبية وهو وهو من توحيد العبادة لله عز وجل من أنواع توحيد الألوهية ومعلوم لدينا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية أو بمعنى آخر أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة بمعنى أن الذي علم واعتقد وأيقن اليقين الجاذن أنه لا خالق إلا الله ولا راضق إلا الله ولا محي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا الله تبارك وتعالى كيف يتوكل كيف يعتمد على غيره لا راضق إلا هو والتوكل يكون في باب الراضقية ويكون في غيره من الأمور كلها في طلبه للعلم وهذا باب من أبواب العبادات وهو قرب من أجل القربات الطالب يتوكل على الله عز وجل طالب الرزق طالب في طلبه للرزق يتوكل على ربه يتوكل على ربه بمعنى أنه يعتمد عليه لا يعتمد على تلك الأسباب التي هو مأمور بالأخذ بها وهذا الفرق بين أصحاب العقيدة الحق وبين أصحاب العقائد الباطلة أصحاب العقيدة الحق يتوكلون على الله جل وعلا بل إن التوكل على الله عز وجل مصاحب لهم في كل الأمور في كل الأمور وهذا لا يمنعهم من بدل الجهد هذا الجهد قال في ربه الرحمن والمقصود به الإشارة إلى اتخاذ الأسباب واتخاذ الأسباب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأن الذي يزعم أنه يتوكل على الله وهو منقطع على الأسباب بزعمه هذا ليس على شريعة نبيه ليس على شريعة نبيه واتعى أقوام أنهم متوكلون على الحقيقة وأنهم أقوى المتوكلين وذليل قوتهم في توكلهم أنهم لا يأخذون بشيء من الأسباب تعلمون 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 بعض الطوائف البدعية المخالفة لعقيدة أهل السنة في هذا الباب بعض الطوائف من غلاة الصرفية يعتقدون أن أخذ سبب من أسباب الرزق أو غيره يقدح في إيمان صاحبه أو في توكل صاحبه إذا رأوا عند أحدهم مثلا آلة من آلات الحرب أو آلة من آلات الصناعة قالوا أسطر علينا عورتك إذا رأوا قلما أو آثار حبر على قالب الإذن اتهموه في إيمانه وقالوا أسطر علينا عورتك لأن حقيقة متوكل ب باطل عقيدتهم أنه يؤتى العلم من غير سببه من غير سببه واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله بعض الناس يقولوا وهذا موجودين عندكم العلم علمان علم مسائل وعلم فضائل ونحن إنما نجتهد في علم الفضائل ويجتهدون في علم الفضائل من غير تنقيح ولا تحقيق ومن غير سير على طريقة العلماء المحققين فيأتون في هذا الباب بالغفص والسامين ويجيبوا ويستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوع والمكذوبة أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي أطلبوا العلم ولو في الصين وقف على ذلك من هذه الأحاديث التي لا تطح نسبتها إلى رسول الله ثم يقولون أما علم المسائل فنتركه لعلماء يعني لا نتعلمه نتركه لعلماء كأنه لا يهمنا ويزهدون الناس في هذا العلم الذي هو أصل العلم والذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خير يفقه في الدين منطوق الحديث أن الذي أراد الله له وبه الخير يفتح له في هذا الباب يفتح له في هذا الباب فيرزق الفكهة في الدين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو لما رأى تلك النباهة وذلك الذكاء على الغلام الهاشم على ابن عمه عبد الله ابن عباس دعا له بدعوة مباركة فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فأصبح أفقه الصحابة ولا يعرف إلا بحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس على صغر سنه بين أصحاب رسول الله ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشأ والعلم كالرزق والعلم كالرزق الله جل وعلا فضل بين الناس في رزقه فمنهم غني وفقير فضل بين الناس في علمه وفقه فمنهم عالم ومنهم طالب ومنهم مبتد ومنهم جاهل جاهل جهل بطيط هذا يفعل يتعلم وجاهل جهل مركب هذا يظن نفسه عالما مثل صاحب اللي احكيت لكم عنه البالح صاحب الجهل المركب يظن نفسه عالما فمن أراد الله جل وعلا به خير وفقه في هذا والتوفيق في هذا مفهوم الحديث أن الذي ما أرد الله به خير لا يوفق لهذا الخير لا يوفق لهذا الخير ولهذا ترون عناية سدف الأمة بالعلم الناظع واجتهادهم فيه وحرصهم عليه لأنفسهم ولأبنائهم بعض الناس يظن أنه جاوز سن الطلب يقول إخبار أن أكبر لم يبقى لي شيئا ومن العلمة أصبحوا أئمة وما بدأوا الطلب إلا بعد أن وصلوا سن الكهول ويضربون بهذا مثل ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله بدأ الطلب سنه أربعون سنة يضربون مثل بأبي حنيفة حتى أصبح إمام من الأئمة المتبوعين بدأ الطلب بعد مرحلة من عمره وهكذا هذا خير هذا خير عظيم وهذا الخير يتير فيه صاحبه وطالبه في أسبابه ومن ضمن أنه من غير أسباب فقد أخطأ وضل ضلالا مبين كما جاء في الأفهر المروع عن أبي الترداء رضي الله تعالى عنه إنما العلم بالتعلم شكرا دتعم أكثر تعالى عن الله عم وتعالى وطالبه على وطالبه يجب أن نجمل أن تعالى عن الله ترجمة نانسي قنقر 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 فِرْ لِكَوْتَ عَرْ لِكَوْتَ عَرْ لِكَوْتَ ِ سُجَسْتَيْبِ كَرْ فِي يَنَاتِ اخْشَأَنِهُ زَجَانَا كَأَمْتَiellًا بِأَ essentially المترجم للقناة 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 صلى الله عليه وسلم a dit celui à qui Allah veut du bien il l'instruit dans sa religion on comprend à travers ce récit prophétique que quand Allah veut un bien pour son serviteur il l'instruit dans la religion d'Allah et lui fait comprendre et savoir les règles de la religion d'Allah le savoir est une chose louable quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son cousin paternel Abdullah ibn Abbas qui était jeune il a vu qu'il était doté d'une intelligence et doué de raison il a invoqué Allah en sa faveur et a dit oh Allah instruis-le dans ta religion et enseignez-lui l'interprétation c'est à l'heure que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumma est devenu le plus savant des compagnons radiyallahu ta'ala alhum malgré la jeunesse de son âme radiyallahu ta'ala alhum parmi 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 les plus savants des compagnons radiyallahu anhum malgré sa jeunesse la science c'est comme la subsistance et Allah a favorisé certaines personnes par rapport à d'autres que ce soit dans le domaine de la subsistance ou alors du savoir et dans d'autres domaines il y a parmi les gens certains qui sont riches d'autres qui sont pauvres certains dans le savoir qui sont connaisseurs qui sont savants d'autres qui sont ignorants les ignorants également se divisent il y a ceux dont l'ignorance est simple et ceux dont l'ignorance est approfondie ce sont ceux qui pensent savoir ils sont ignorants et ils croient qu'ils savent et ce qui est compris du hadith c'est que celui à qui Allah ne veut pas de bien il le prive de la connaissance il ne l'instruit pas dans sa religion il ne lui donne pas le savoir subhanahu wa ta'ala et certains parmi les gens pensent qu'il y a un âge qui lorsqu'il est atteint il est trop tard on ne recherche plus la science car c'est trop tard et cette conception est erronée et fausse il n'y a pas d'âge il est d'ailleurs relaté de certains des grands savants de l'islam comme l'ibnou Haz qu'il a commencé la quête du savoir alors qu'il avait 40 ans et il est devenu ce qu'il est devenu une sommité parmi les savants de la science ou de l'islam de même Abu Khalifa qui a entrepris la quête du savoir à un âge avancé et ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il faut fournir les efforts et faire les causes et ceci fait partie de la foi et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala l'islam l'islam يقول الإنسان وهذا ربما نجده في طالبي الرزق يقول أنا أسعى لقوة ولدي وقد يكون عمله محرم وقد يكون عمله محرم فإذا بين له أو نصح يقول من أين سأبعم هؤلاء الصغار وكأن الله جل وعلا جعل رزقنا فيما حرم علينا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله رزقنا فيما حرم علينا أبدا الغاية طيبة الوسيلة ينبغي أن تكون طيبة الغاية طيبة الرزق الطيب الوسيلة كذلك تكون رزقا طيبة تكون وسيلة طيبة ذكرنا لكم المالح في مثل أو في صورة من صور الانحراف عند بعض شبابنا في تشبههم بالكفار في ذيهم ومظهرهم تشبههم بهم في تحليق شعرهم تحليق شعرهم القذع أو في حلق لحاهم ثم بعد يجي واحد حلاق يقول يا شيخ أنا في المحل يجيني الشام يقول لي قذعني ويجيني الكهل ويقول لي حلقني ماذا أفعل؟ الواجب لا يطاعتني مخلوق في مقصية الخالق ثم بعد ربما يقول أنا أمي تمنعني أن أوقف عملي لطاعة لمخلوق في مقصية الخالق والله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا وحقيقة التوكل في هذا الباب حقيقة التوكل في هذا الباب وهذا الامتحان العصيب قول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني يكفيه الخلق جميعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج هذه منزلة التوكل وهي من منازل السير العظيمة إلى الله تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتوكل عليه حق التوكل إشارة إلى التوكل الكاذب المغشوش يدعيه أصحابه إلا أن حالهم يكذبه التوكل الصادق الحقيقي الذي قال عليه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماظا وتروح بطانا والله يرزقكم كما يرزق الطير أنا أعطي مثال لإخوان وهذا من باب الثقافة العامة والآن عندكم النات وعندكم جوجل وبحث بصير تجدون شوفوا أسرياء العالم أسرياء العالم جميعا في هذا العصور التي قبلنا هل لما ولدوا أسرياء أم أنهم كدوا واشتهدوا ووصلوا وصلوا إلى ماذا وصلوا إلى هذا المال وهذا الثراء الذي وفي حقيقته لا يثوي عند الله شيئا لا يثوي عند الله شيئا وصلوه بأسباب اتخذوها وجهد واجتهاد بشيء صغير كبر وعظم وهكذا أقرأوا شوية ثقفوا في هذا الباب تجدون العجب العجب فمن يتوكل على الله فهو حسبه فالواجب عليه يا عبد الله يا زائر إليه أن تتوكل عليه حق توكله وأن تتخذ الأسباب المشروعة الجائزة التي أدن الله لك باستعمالها وأن تبتعد عن الأسباب المحرمة كلها وفي هذا إشارة إلى ضرورة التعلم في هذا الباب التعلم والعلم يميز لك بين الحلال والحرام بين الطيب والخبيب أنت مأمور بالطيب أنت مأمور بالطيب لا بالخبيب تتعلم تتفقى ثم قال بعد ذلك مرتبة أخرى أو منزلة أخرى عبدوا الإله على اعتقاب حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان وهذه منزلة الإحسان العظيمة التي جاء بيانها في نصوص الكتاب والسنة وبخاصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والذي أظن تحفظونه جميعا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه حديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي بيّن فيه نبينا مراتب الدين الإفلام والإيمان ثم الإحسان وهي أعلى المرات الإحسان الإحسان أعلى المرات درجة الإحسان فيها مرتبتين فيها مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه وهذه مرتبة المشاهدة ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه مرتبة المراقبة لما من سعد رحمه الله تعالى يبارمتنا ضغل صباح ضغل صباح ضغل صباح ضغل صباح صباح ومن حسنهم صباح أن تفعل صباح إذا كانت تساولى 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 تجربة فيها تساولى تبعل في حقوق المديريكا إن شكراً اشتركوا في القناة يقول بخير إنه يقول بخير من أكثر أن الهاتف لتعلم نمسي المقذل في الفيحة التي تأتي بذوقاً سهstopت إلى شعور دهجارة أو سهلاً سيسنوا بعدين يتابعين فيه أن يسهلم يقولون جسسستئلة يسررون فيه خانيين جسسستئلة عنده أنه يقولون جسسستئلة يقولون Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nulle obéissance à la créature en désobéissant au créateur Voici la réalité de la confiance en Allah dans ce domaine Allah a dit dans le sens rapproché du verset Mais quiconque fait confiance en Allah véritablement Allah lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas Dans l'autre verset, Allah a dit dans le sens rapproché Et quiconque fait confiance en Allah, Allah le suffira Allah le protégera de tout mal Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le récit connu Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah le remplacera par meilleurs Voici ce degré de la confiance en Allah Auquel nous a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Où il dit si vous placiez véritablement votre confiance en Allah Il vous aurait octroyé la subsistance comme il l'a octroyé à l'oiseau Qui sort le matin le ventre vide et rentre le soir le ventre plein Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La véritable confiance en Allah Il fait allusion qu'il existe quelque chose qui est le faux tawakul La fausse confiance Al tawakul al qadib La confiance mensongère Allah tabarak wa ta'ala donne la subsistance à ces créatures Le chef nous donne un exemple Celui des gens aisés dans ce baron Les gens riches Est-ce que ces gens sont nés riches ? Est-ce qu'ils sont sortis du ventre de leur mère avec la richesse qu'ils possèdent ? La réponse est non Ils sont sortis et ils ne possédaient rien Ils n'avaient rien Mais c'est Allah tabarak wa ta'ala qui leur a donné sa subsistance Ils ont fourni des efforts Ils se sont fatigués Et ils ont obtenu la subsistance qu'Allah leur a donné Il est obligatoire aux musulmans De placer sa confiance en Allah Véridiquement Et de faire les causes licites Autorisées par Allah Et de délaisser les causes interdites par Allah tabarak wa ta'ala A partir d'ici Cela implique l'obligation de s'instruire dans ce domaine Et de savoir ce qui est légiféré, ce qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est cette science qui va nous permettre de distinguer le bon du mauvais Le bon qu'Allah nous a ordonné de rechercher Et le mauvais qui nous a interdit de commettre Ensuite l'imam Sahri rahimahullah wa ta'ala Passe à un autre degré En disant Ils ont adoré la divinité En ayant la conviction qu'ils sont proches Ainsi ils ont accédé à la demeure de l'excellence C'est à dire dans l'adoration d'Allah C'est donc un autre degré Qui est celui De l'excellence Qui nous a été défini par le prophète lui-même Sallallahu alayhi wa sallam Dans le récit connu Relaté par Abdullah ibn Omar radiyallahu alayhi wa sallam A mis en évidence les trois degrés de la religion qui sont l'islam La voix Et l'excellence Ce sont les trois degrés de la religion L'excellence étant Le plus haut degré de la religion A lui-même deux degrés Qui sont les suivants Le degré Du sentiment qu'Allah nous observe Et le deuxième Qui est le plus élevé De faire comme si que l'on voyait Allah Subhanahu wa ta'ala Dans nos adorations Comme l'a dit le prophète Alayhi wa sallam L'excellence C'est d'adorer Allah Comme si tu le voyais Car si tu ne le vois pas Sache que lui te voit Surkanahu wa ta'ala Ya Allah Wa al-rahmahu wa ta'ala Ha'la rahimahullah Nafhul khariqata Firli dha mahjubihim Bil'ilm wal'irshad Wal'ahsani Sahibu khalaliqa Bil'jusum Wa'nama Arwaahum Fee manzin Fوقani Jantikil al-an An-nazim Alayhi rachmahullah بعد أن ذكر هذه المنازل المتعلقة بمنازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة وآخرهم هي هذه المنزلة الرفيعة منزلة الكحسام التي تضمنت المراقبة والمشاهدة لآخر التفاة الله تبارك وتعالى وهذه المشاهدة تكون بالبصائر لا بالأبصار انتقل بعد ذلك إلى ذكر ما يجب على المسلم إذاء من حوله إذاء إخوانه وهذه تعتبر كذلك من منازل السائرين إلى الله لأن السائر إلى الله تبارك وتعالى مطالب بالإفلاح في علاقتين في علاقته بربه تبارك وتعالى أولا وفي علاقته بالخلق بعد ذلك ثانيا وهتين العلاقتين تجمعان بتقوى الله تبارك وتعالى وحصن الخلق ولهذا لما كان نبينا يفأل عن أحب الأعمال التي تدخل أصحابها إلى الجنة كان جوابه تقوى الله وحصن الخلق وهو إصلاح ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى ثم إصلاح ما بينك وبين من حولك من الناس جميعا وأولهم إخوانك الذين يجب أن تعاملهم بالنصيحة والنصيحة باب عظيم من أبواب هذا الدين حتى قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف مشهور من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة الدين النصيحة هذا الدين قوامه على النصيحة قلنا لمن يا رسول الضف قال لله ولكتابه ولأصوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين تناصحهم بما أوجب الله عز وجل عليك وبما بينه لك نبيك عليه الصلاة والسلام أئمة المسلمين هم حكامهم وولات أمورهم وهم علماؤهم علماؤهم أن تعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم فغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا يجلون ويحترمون ويختن بهم الظن هذا الواجب لا أن تتبع لا أن تتبع عوراتهم وتذاع ثقاطاتهم وكذلك إخوانك أن تمشي معهم بالنصيحة والنصيحة علاج يقوم لعوجات الذي يكون في الفرد أو يكون في الجماعة هذه الجماعة لحمة واحدة الجماعة لحمة واحدة وأمرنا بها وأمرنا بالمحافظة عليها أمرا أكيدا جازما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الجماعة رحمة والفرقة عذا والفرقة عذا ولهذا قال رحمه الله نضح الخليقة في رضا محموده لأن النصيحة يبتغى بها وجه الله نريد بها أن نرضي ربنا تبارك وتعالى لأنه هو الذي تعبدنا بها وهو الذي أمرنا بها ونبيه هو الذي حسنا عليها ووالله ووالله إن الناس إذا أهملوا هذا الأطل وتركوا النصيحة واستبدلوها بالقطيعة فإنهم يبتلون في دنياهم بالفتن يبتلون في دنياهم بالفتن التي لا يعلم شرها إلا الله تبارك وتعالى فكونوا على نهج سلفكم ونهج السلف وهذا ولهذا قال شيخ السلام بن تيمية مقررا هذا أنه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في وصفهم قال أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق أعرف الناس بالحق لأنهم أهل علم علم كتاب وعلم صنة وهم أرحم الناس بالخلق يبشون فيهم بالنصيحة يحبون الخير لغيرهم ولا يتتبعون العورات ولا يتتبعون العورات أو يذير الثقاطات أبدا ليس فينا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقا بين النصيحة وما أمرنا فيها وبين التحذير من المخالفين المبدلين المغيرين هؤلاء الكلام فيهم من الواجبات الشرعية ومن الجهاد الذي حذ عليه سلف هذه الأمة كما قال إمام أحمد رحمة الله قولته الشهيرة إن لم أتكلم أنا وأنت فمن يذب عن سنة رسول الله والذب عن السنة واجب واجب وهؤلاء هم الذين قصده النبينا عليه الصلاة والسلام ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهدين هذه وظيفة العلماء الربانيين ومن سار على نهجهم وهذا في حق مخالفيهم لا في حق من معهم على منهجهم وعلى ضربهم فهؤلاء الوادر في حقهم التراهم والتعاطف والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى لعل ما نزيد بعد الآذان ربع ساعة نكمل بقية المنظومة المنظومة بإيجاز واختصار ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني جميعا بما سمعنا وأن يوفقنا للسير على هذه المنازل علما وعملا وتحقيقا لأن هذا القفض من مثل هذا العلم لا أن نتعلم لأن يكون حجة علينا بل نتعلم لأن يكون حجة لنا بين يدي ربنا جل في علا يوم لا ينفع مال ولا بلون إلا من أنت الله بحلب سليم الن Dedans أكبر الأكبر الأكبر التحدث أنbet وهم بحلب منny أن الله أحجب أنت mencion أنت Alo أحجب أنت سبحانه وتعالى selon ce qu'impliquent ces noms et attributs سبحانه وتعالى دعوه الله عز وقال comme si on le voyait avec la clairvoyance la connaissance de ces noms et attributs l'imam سعدي رحمه الله va maintenant passer à un autre degré que doivent franchir ces gens qui est le degré de la réforme il nous dit au moyen du savoir religieux de l'orientation qu'ils donnent aux gens et de la bienfaisance envers eux ils leur ont commandé de rechercher l'agrément de celui qu'ils aiment ici l'imam سعدي رحمه الله nous parle de la réforme le serviteur a reçu l'ordre de réformer deux relations la première la relation la relation qu'il entretient avec Allah سبحانه وتعالى la deuxième la relation qu'il entretient avec les gens c'est la raison pour laquelle ces deux choses sont réunies dans l'ordre de la biété et du bon comportement par lequel nous avons orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam il orientait ses compagnons et leur disait de faire preuve de biété envers Allah et ceci est l'entretien du lien entre le serviteur et son créateur et du bon comportement et ceci est l'entretien du lien entre le serviteur et les gens il nous parle ici de l'orientation qu'il donne aux gens c'est à dire du conseil le conseil a une place immense et très élevée dans la religion d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit la religion c'est le conseil la religion c'est le conseil la religion c'est le conseil après avoir interrogé pour qui il répondit sallallahu alayhi wa sallam pour Allah pour son prophète pour son livre pour les imams pour les gouverneurs et pour la masse des gens les gouverneurs ou les imams ce sont les gouverneurs des musulmans mais aussi les savants de l'islam ils doivent être conseillés à la manière légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ne fait pas partie de nous et à la fin du hadith celui qui ne donne pas le droit aux savants celui qui ne s'acquitte pas de son devoir envers le savant et il fait partie de cela d'avoir une bonne opinion des savants de penser du bien d'eux de ne pas douter de leur intégrité de ne pas rechercher leurs erreurs il faut agir de même entre les frères prodiguer le conseil car par Allah le conseil est le remède le conseil est le remède et nous avons reçu l'ordre dans la religion de préserver les liens qui nous unissent et de former un groupe uni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith l'union est la miséricorde la désunion est le châtiment et l'imam al-sahdi rahimahullah quand il nous parle de ces gens là il nous dit qu'ils ont orienté les gens dans l'agrément d'Allah en recherchant l'agrément d'Allah car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cet ordre d'entretenir ces relations de prodiguer le conseil le châtiment dit et par Allah si le conseil est délaissé le délaissement du conseil est la base de tous les troubles qui nous touchent dans ce banon ces troubles nous touchent si nous délaissons le conseil sincère et ces troubles seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît les conséquences c'est la raison pour laquelle l'imam al-sahdi al-sahdi a affirmé dans un de ses écrits qu'il fait partie des fondements des gens de la sunnah ou plutôt il a décrit les gens de la sunnah comme étant les plus connaisseurs en matière de religion ils sont ceux qui connaissent plus Allah que les autres et ils sont les plus conseillers envers les créatures ils sont les plus connaisseurs envers le créateur et les plus conseillers envers les créatures il faut donc prodiguer le conseil il fait partie du conseil de mettre en garde contre les opposants contre ceux qui dévient de la vérité qui s'opposent à eux et qui constituent un danger pour ceux qui pourra les écouter ceci fait partie de la lutte auquel nous a encouragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam ahmad rahimahullah a dit si je me tais et toi aussi et lui aussi qui est-ce qui défendra alors la sunnah la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci est la fonction des savants le travail des connaisseurs ils répondent et réfutent voire mettent en garde contre les opposants à la vérité contre les opposants à la vérité et on ne parle pas de ceux qui sont avec eux dans la méthodologie mais plutôt de ceux qui s'opposent à eux ceux qui sont avec eux dans la méthodologie une attitude différente doit être adoptée avec eux qui est la douceur le conseil puis le shiikh s'arrête ici et demande à Allah de nous vous croyez la science utile et les œuvres il rappelle que ce qui est voulu de ces apprentissages c'est de les mettre en pratique de mettre en pratique la science que l'on acquiert dans le but d'avoir la satisfaction d'Allah le shiikh va terminer brièvement des quelques vers d'Inshallah d'Inshallah Abkhala fele à la fiyad Inshallah